مجلة فورين بوليسي الأمريكية من أن يدعم القادة الجدد التغيير السياسي ببلدانهم الأصلية وذكرت أن دول الخليج بعد أن أنفقت ملايين الدولارات على حملات علاقات عامة بالعواصم الغربية تشعر بالتهديد من جانب أي صناع سياسات لهم اهتمام مستقل بالمنطقة وقد شن الإعلام السعودي والإماراتي حملة شرسة على النائبتين المسلمتين شارك فيها بعض الكتاب والمسؤولين ونشرت صحف ومواقع موالية للسعودية مقالات تنتقد النائبتين وتهاجمهما وتعتبرهما عضوين بجماعة الإخوان المسلمين المصنفة إرهابية في المملكة والإمارات وينضم إلينا عبر الأقمر الاصطناعية من واشنطن سيد محمد المنشاوي كاتب وباحث في أشياء الأمريكي وأهلا ومرحبا بك سيد منشاوي وبرأيك لماذا هذا الهجوم على العضويتين عفوا عضويتين بداية الدولة الإمارات والسعودية ومنذ بداية الربيع العربي أصبح أحد همومهم هنا في واشنطن تشويه كل ما له علاقة بالإسلام السياسي هم يرون في الإسلام فقط دين عبادات وتقوس وتراويح وصوم وصيام فقط ولا يريدون أن يكون له أي علاقة بالشأن العام أو الشأن السياسي وظهر هذا طبعا في تشويه الربيع العربي وتشويه القوى التي أنتجها وظهر على سطح الربيع العربي مثل الأحزاب السياسية زو الصبغة الإسلامية سواء كانت في تونس أو في مصر وغيرها من الدول العربية الأخرى وأعتقد أن هذا التقى في نفس الوقت مع جهود قديمة يقوم بها اللوبي الإسرائيلي هنا في واشنطن لتشويه كل ما هو إسلامي زو صبغة سياسية مثل الإخوان المسلمين وغيرها من جماعات الأخرى مثل النهضة في تونس على سبيل المثال وهكذا كان هناك التقاء في المصالح في تشويه الإسلام السياسي كقوة مقاومة للسيطرة الإسرائيلية على مجتمعات الشركة الأوسط اليوم واعتبار الدول الخليجية تحديدا الإمارات والسعودية أنها قوة معادية لها الإسلام السياسي وخطر على وجود الأنظمة الحاكمة هناك والتقط المصالح وكان عربها هذه التحالفات السفير الإماراتي هنا في واشنطن يوسف العتيبة الذي لم يداري عداءه لكل ما هو مسلم وكل ما هو إسلامي وكان هناك لبيات متخصصة في تشويه نتائج الانتخابات الحرة في الدول العربية والإسلامية التي شهدت فورات ديمقراطية وتشويه هنا ودعم لكل من هو يعادي هذه القوى الإسلامية الصاعدة ودعمها بالمال وأكثر من المال أيضا نعم طيب أشرت الآن سيد نشاوي إلى تأثير اللوبي أو ما يسمى باللوبي السعودي والإماراتي في هذه القضية تحديدا يعني برأيك وأنت أشرت أيضا الآن إلى فكرة التقط المصالح عن أي مصالح تتحدث تحديدا المشتركة بين ما يسمى باللوبي السعودي والإماراتي وأيضا اللوبي اليهودي في الولايات المتحدة الأمريكية أحد ما يبيعه اليهودي هنا في الولايات المتحدة أن إسرائيل هي الديمقراطية الوحيدة في المنطقة العربية التي يحكمها مجموعة من الطغاء والديكتاتوريات الغليزة وأعتقد أن هذا هو ما يعطيهم بعدا أخلاقيا في كونهم الديمقراطية الوحيدة في المنطقة وينالون تعاطف الكثير من الفئات الأمريكية التي لا تعرف تفاصيل الحياة والتاريخ والجغرافيا في شكل أوسط وهذا من ناحية اللوبي الإسرائيلي اليهودي لكن اللوبي الخليجي الإماراتي السعودي هو عادة الربيع العربي وكل ما يقوم به من دعوات لحريات الرأي وحريات التعبير ووجود حكومات منتخبة تغضع لرغبة الجماهير التي تنتخبها في انتخابات حرة كما حدث في مصر لفترة قصيرة وأعتقد أن التقاء المصلحة هنا أن الإماراتيون والسعوديون لا يردون لهذه القوة أن يكون لها وجود أو شرعية سواء كان في الدول العربية كما حدث وأفشلوا التجربة الديمقراطية في مصر أو ساهموا في ذلك بسورة كبيرة وهنا في واشطن يهجمون كل ما هو إسلامي حتى لو كان أمريكيا هناك منظمة مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية وهي منظمة موجودة منذ أكثر من عشرين عاما وتقوم بأنشطة جيدة جدا لتعريف المجتمع الأمريكي بالإسلام والمسلمين والنمازج الناجحة فيه لكنها صنفت كجماعة إرهابية منذ سنتين أو ثلاثة من أبو ظبي والرياض في حين أنها منظمة أمريكية تعمل هنا تبقى للقوين الأمريكية ولها أفرع في أكثر من ثلاثين ولاية أمريكية فهناك عداء للأنشطة السياسية الإسلامية هنا في الولايات المتحدة هم يريدون فقط أن تكون الجالية الإسلامية تابعة لهم وهناك بعض المساجد والجماعات التابعة فعلا للسعودية والإمارات لكنهم جماعات ليس لها شعبية كبيرة حيث أن خطبهم هو السماحة الدينية بمعنى قبول الآخر ولا يطالبون الآخر بقبول لنا كمسلمين لنا وجهة وعقيدة مختلفة نعم بالنسبة للعضوتين الأمريكيتين سيد منشاوي ما هي المواقف التي جعلت من هذه الحرب العلنية بشكل أو بآخر على وسائل التواصل الاجتماعي أن تكون بهذه الصراحة بين ما سميته أو ما أسميته أنت الآن اللوبي الإماراتي واللوبي السعودي بهذا الشكل الواضح ما هي المواقف الخاصة بهما ليس هناك مواقف بعد خاصة بهما نجاحهم فقط يزعج هذه القوى الرجعية في المنطقة هم يريدون عملاء لهم هنا يريدون عرب أمريكيون أو مسلمون أمريكيون على البيت شك على دفاتر المدفوعات لهم يريدون أن يأخذوا رشاوي منهم لكن هذه المهاجرة السومالية التي لها كسة نجاح باهرة والأخرى الفلسطينية التي لها كسة نجاح باهرة تمثل أمريكا التي لا يؤمن بها هؤلاء التغاة في أبو ظبي أو في الرياض هم جاءوا هنا أحدهم لاجئة والأخرى ولدت للاجئين فلسطينيين وستطاعوا أن يحيوا الحياة الأمريكية كما تسمح بها القواعد والقوانين الأمريكية ونجحوا في محيطهم سواء كان في ولاية ميتشجن أو مينيسوتا وليس لهم أي علاقة بشكل أوسط إلا الخلفات التاريخية والجزور وهم أعتقد إسرائيل واللوب الإسرائيلي يستهدف العضوة الفلسطينية الرشيدة حيث قالت أنها ستحاول أن تفتح أعين الأمريكيين على الانتهاكات الإسرائيلية والمعاناة الفلسطينية في الأراضي المحتلة وهذا بالطبع خبر سيء لهم خاصة أنها انتخبت باكتساح في دائرتها كذلك المناضرة الفلسطينية هي أيضا المحجبة الأولى في التاريخ البرلماني الأمريكي أو المحجبة في الكونجرس الأمريكي في التاريخ وستقسم في بداية العام على القرآن الكريم وليس على أي كتاب مقدس آخر وهذا يزعج بشدة هذه الكوة الرجعية سواء كانت الخليجية أو الإسرائيليين يريدون فقط أن يكون العرب الذين يحبون إسرائيل ويردون التطبيع معها بلا مقابل وأعتقد أن هذه المناضرة الفلسطينية والسومالية أمامهم تحدي كبير التحدي هنا في الولايات المتحدة وتحدي في المنطقة العربية أيضا إذا ما استمر هذا الهجوم برأيك كيف سيؤثر ذلك على وضع هاتان العضوطين في مجلس الشيوخ في مجلس النواب يعني كيف سيؤثر عليهم هل هناك تأثير مباشر هل من الممكن أن ترد على ما يتعرضان له هذا الهجوم إيجابي في معظمه النتائج ستكون إيجابية على هاتين العضوطين هو سيزدهم تصميما على كشف ما يردونه للشعب الأمريكي وهم يمثلون مقاطعتين في مينيسوتا وفي ميتشيغن وهم أمريكيون ليسوا بضرورة سيتبانون القضايا العربية في مجملها هم أمريكيون لكن الخبر السيء للطغاء والحكام في الإمارات والرياض أن أمريكا تتغير وهم يمثلون نمطا كبيرا في المجتمع الأمريكي 60% فقط من الأمريكيين أصبحوا من زويل البشر البيضاء ومن المسيحيين وهناك 40% من جميع خلفيات العالم الدينية والعركية والإسطنية وبغرافية وهو ليس استثناء أن تكون هناك عضوة في مجلس النواب الفلسطينية أو عضوة أصلها سومالي هناك العشرات من العضوات والأعضاء الآخرين من خلفيات مختلفة وهذا شيء طبيعي هنا في أمريكا لكن الديكتاتوريات العربية لا تعرف هذا ولا ترد بهذه الحقيقة وأن المجتمع فيه تناغم وتنافر بين فئاته الكثيرة لكن العملية السياسية وعملية سلمية تسمح بوصول امرأة محجبة في أكبر الديمقراطيات الغربية الديمقراطية الأمريكية في عصر ترامب أيضا وانتصل فلسطينية من أسرة فلسطينية تزهو بخلفياتها الفلسطينية إلى الكونجرس في عهد ترامب أيضا هذه أمريكا التي لا يريدون أن يعرفوها يريدون أمريكا فقط التي تدعم الطغاء لكن أمريكا تتغير وأمريكا ليست بيضاء ومساحية فقط السيد محمد المنشاوي الكاتب والباحث في شان الأمريكي شكرا جزيلا لك مشاهدين فاصل قصير نواصل بعده فقرات المسائية وفيها العفو الدولية ومنظمة يومان رايس ووتش ومنظمات حقوقية أخرى تطالب الأمم المتحدة بمواجهة انتقام مصر من المتعاونين مع مقررة السكن خلال زيارتها للقاهرة شكراً شكراً